السلام عليكم اهلا بكم حل مشكلة الفئة العمرية في اليوتيوب سواء بيظهر لك على شاشة الفيديو ان الفيديو ده مخصص لفئة عمرية معينة مش بامكانك انك تشوفه او في حالة لما انت بترفع فيديو على قناتك وبيظهر لعدد محدود من الناس مش بيظهر لكل الناس تعالوا نشوف الطريقة اولا بنروح لصورة حسابك في الاعلى وبعدين بتروح لي الاعدادات نضغط على اعدادات عامة وبتنزل الاسفل بيكون عندك وضع تقييد المحتوى لو مفعلة بتغلقها تمام دي الخطوة الاولى نروح للخطوة التانية نروح لي صورة حسابك نضغط على ادارة حسابك على جوجل وبعدين نروح للمعلومات الشخصية نروح لتاريخ الميلاد نضغط عليه وتأكد ان تاريخ ميلادة اكبر من تمنتاشر سنة لازم تحسبها كده وتشوف هو اكبر من تمنتاشر سنة او لا وما كانش اكبر من تمنتاشر سنة بتعدله نعدله اي تعديل وبعدين بتنزل الاسفل بتضغط على حفظ وبعدين تضغط تأكيد لازم يكون اكبر من تمنتاشر سنة تمام بعدين منعود للخلف وتعمل تحديث للصفحة وتبدأ تشاهد الفيديوهات بشكل طبيعي طيب لو انت عايز ترفع فيديو على يوتيوب تضغط على علامة الزائد تضغط على تحميل نضغط على هذا الاختيار اللي هو الجمهور وبتختار لا الفيديو ليس مخصصا للاطفال وهنا عندك حظ رفاءات عمرية معينة تضغط لا لا اريد اتاحة الفيديو فقط للمشاهدين اللي زي تجاوزوا عمرهم تمنتاشر عام تمام بتختار الاختيار الثاني وهنا الاختيار الثاني عشان ما ظهر لكش اي مشاكل او للمشاهدين كل الناس تشوف الفيديو وبعدين تضغط على تحميل وبازن الله المشكلة بتتحل معاك